هذا المرتقى الذي يأتي تنظيمه شهر ديسمبر حيث نستذكر خلاله واحدة من محطات ثورتنا التحريرية المجيدة ألا وهي مظاهرات 11 ديسمبر 1960 التي شكلت منعطفا حاسما في الكفاح التحروري لشعبنا العظيم هذا الشعب الذي عبر عن ثقته المطلقة في قيادته وأكد وحدته وتلاحمه وتماسكه والتف حول ثورته المباركة كما كانت رسالة بالغة البيان للمستعمر الغاشم الذي أيقن من خلالها أن الشعب الجزائر واحد موحد ولا يرضى عن الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية بديلا مهما كان الثمن ومهما كانت التضحية كما شكلت هذه المظاهرات دعما قويا للعمليات العسكرية للجيش يتكلم عن المظاهرات 11 ديسمبر 1960 وما لا شك فيها أنها كانت مظاهرات حاسمة وهي التي حسمت الانتصار السياسي والديبلوماسي لكنهم بعد ستين سنة هذه المظاهرات عندها وحده ستين سنة ما زال يأكلوا الخبز بعبارة أدق ما زال ينهبوا في البلاد ما زال متشبكتين بالكراسي وهم في أعمار لحظات الأخيرة ما زالوا يتلاعبوا بالثورة الجزائرية وما زال يأكلوا ثورة الجزائرية ومآثير الثورة الجزائرية لتكون يبنوا فيها مجد ويصنعوا به مجد لهم وأصبحوا يوجهوا ضد الشعب بمعنى أننا الحكام نحن الثورة نحن نتكلم عليها نوفمبر نتكلم عليها ديسومبر نتكلم عليها خمسة جميلة نتكلم عليها إلى آخر يجسرون أو يسخرون مآثر وبطولات والشهداء اللي حقا ماتوا من أجل جزائر حقيقية جزائر مستقلة بحق يجسروها ويحولوها وكأنهم هم صانعيها وليس أنهم هم ثورة مضادة وأنهم في الحقيقة لو كان لشهداء أن يخرجوا من قبورهم والله إلا يذبحوكم كلكم ذبح نحن دعاة سلمية بسحهم ما كم نحاملين سلاح يذبحوكم ذبح لأنكم أنتم أعداءهم هم أنتم اليوم وما تمثلونه لأنكم لستم أكثر من وكلاء الاستعمار وتقومون بكل شيء ضد شعب الجزائر إلى درجة أن الشعب خرج ويقول استقلال 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 شعب خرج ويقول الجزائر تدعي الاستقلال جنرال أبوبيل الجزائر تدعي الاستقلال أصبحتم ضد كل ما يرمز للثورة وبديتوا تكفروا الناس بالثورة الجزائرية نتيجة لاستخدام البشع منتع الثورة الجزائرية وأنتم تذبحون في البلاد وتذبحون في شعب واش يزيد يقول واش كليتو خبز بالإرهاب وبالثورة الجزائرية واش نهبتو ربي يعلم بيه هذا على أساس أنهم دائرين مؤتمر سماوه استراتيجية مواجهة تصدي ومواجهة للإعلام المعادي إلى آخر واش يقول في مقطع آخر اسمعوا هذا هذا يكتر لنا هذا أيضا بعد حدث عظيم شهدته بلادنا وهو تنظيم انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولاية التي شكلت لبينة أخرى ومحطة هامة للنهوض ببلادنا وإقامة دعائمها المتينة والتي هي ثمرة لرغبة وطموح الجزائريين في التغيير وبناء الجزائر الجديدة التي وضع معالمها السيد رئيس الجمهوري القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطن هذا المسار الذي بات يشكل مصدر زعاج لأعداء الوطن الذين يحكون ضد بلادنا كل نوع الدسائس والمؤامرات بالتواطر مع منظمات إرهابية وتنظيمية عميلة غايتها إجهاض المشروع الوطني الرامي لإرسام مؤسسات قوية وفاعلة وعرقلت مسيرة الجزائر الجديدة المصممة على استعادة دورها الرياضي إقليميا استعادة دورها الرياضي الجزائر الجديدة جاب مجموعة من المغالطات أول حاجة أن الآخرين الأعداء والمنظمات الإرهابية وإحنا والإخار رأنا راهوا لماذا هذا الانزعاج والتهجم عليهم كما لا يعتبروها قال لك نتيجة للانتخابات المحلية انتخابات المحلية اللي فازوا بها ما يمنوش بها اللي مدوا الشكاير وجابوها عارفين بلها جابوها بالشكاير الأغلبية العظمى تعليمير هذا اللي رقم تقوله تعالجزائر الجديدة اليوم بشكارة واللي ما مدشي شكارة في الأول مدها في الأخر لما يبقوا حزب الأرندي عنده خمسة والآخر عنده ثلاثة الأفلان ربعة والحمز زوج يضاربوا بيناتهم كاش تبدأ الشكارة هي اللي تمشي باش تخرج المير وهناك اليوم مئات البلديات ما زال ما فصلوهاش بالشكارة ولا بدون شكارة مئات مجالس الولائية نفس الشي والضرب اللي يسرع وشفنا فيه كثير حتى الآن لما ما يوصلوش إلى حل وزعم يجيدون انتخاب كيفاش يمر المير تصرد دبزا هذه هي اللي الناس رهم يحسدوكم عليها هذه هي الانتخابات اللي الناس يحسدوكم عليها اللي ما وصلش عدد المشاركات أقل من الربع الشعب الجزائري هذه نحن نعرف أنها أقل بكثير من ذلك والله الناس يحسدوكم على الانتخابات اللي انتم في النهاية اعترفتم باللي اللي انتخبوا من 5.20% 5% انتخابات تشريعية باعترافكم أنتم 77% قاطحها مباشرة 5% كانت أوراق بيضة والباقية من هذو اللي انتخبوا من 18 خرجت فقط 5% من الأوراق المحسوبة 5% هذه يحسدوكم الناس ورقموا معهم تبنوا مؤسسات ثم شكون هذا الامير اللي جاو يروح نهب يجي لص ويجي لص يروح نهب وهكذا لص يخلف نهب وناهب يخلف لص هذا ما كان هل فيه بالفعل اليوم في اللي يفاز وفي الانتخابات هذه البلدية إذا استثنيننا ربما 2 أو 3% هل فيهم بالفعل من يصلح هل فيهم بالفعل من دخل باش يخدم البلاد باش يرفع المزابل اللي مدنها أصبحت مزابل باش يعطي الأراضي لمن يستحقها وليس لكبار أصحاب شكاير باش يعطي الشقق اللي لا يجدون سكنا وكي اللي رأي يستنى عنده 20 سنة و25 سنة و30 سنة وكي اللي بقى يستنى حتى نمات هل حقاً هذه البلديات أم أنها عبارة على أنت عبرت بين صورة العالم عندكم انتخابات إلى آخره وأنتم خرجوا إعلامكم وخرجوا بعض المشاركين يقولوا المال الفاسد دار فيها حالة هذه الانتخابات وكنتم زعمتم أنكم ستقضون على المال الفاسد من يقضي على الفساد إذا كنتم أنتم أصل الفساد من من يقضي على الفساد إذا كان ربها رب الرئاسة رب الوزارة رب الجيش كبار المفسدين وكبار الناهبين وكبار المجرمين تبون للشعب متهموا بالكوكاين واللي ابنه كان متهم وزوجته متهمة هذا هو رئيس الدولة ورئيس الجمهورية قاعد العام للجيش ومنش عارف وا وا هذا هو رؤساء البلديات ورؤساء المجلس الولائية لم خير فيهم لما يشوفوه واحد مليح يطيروا الوالي لما يشوفوا واحد خدام يحفروا تحته حتى يجيبوه بره لأن البلاد تحملت واللات مافيا كلها في كل مكان الناس رأي عايشة هذه المرارات الناس رأي عايشة وشايفة بلي ما عندهاش الماء للبلديات مسؤولة عليها الناس رأي عايشة وشايفة المذاب اللي تحولت لها المدن والقراء وشايفة أطفالهم وين يدرسون والشوارع اللي مروا عليها والمدارس اللي ما فيهاش متفاقة في الشتاء وما فيهاش كليماتيزير في الصيف ومرات التاقة الريح التاقة الريح نس رأي شايفة نس رأي عايشة هذه الأشياء تجي انت من فنادق خمس نجوم وأنت عايش في عالم آخر لا تدري ما تقول ووش يكتبوه لك تقلط فيه تتحدث على الجزائر الجديدة والنس يحسدوك عليها ومنظمات إرهابية كنتم تريدون أو تعتقدون أننا نحن نخضب ونيأس وندعو الناس للعنف العنف بالنسبة إليكم هو مثل الجيفة بالنسبة للدود أنتم العنف والعنف أنتم أنتم الإرهاب والإرهاب أنتم نحن أذكى منكم مليون مرة من أن نفرط في وطننا أو أن ندعو إلى عنف أو ستسقطون بالسلمية بإذن الله وتحاكمون محاكمات حقيقية عند قضاء عادل حقيقي بإذن الله موش قضاءكم العسكري وقضاء تليفون تريدون العنف تتحدثون عن إرهاب أعطونا عملية إرهابية طبعا ستقدمون على عملية إرهابية في المستقبل لكن خلاص فاتكم الحال لأنكم اتهمتون بالإرهاب ولم يحدث عمل واحد لم تستطعوا أن تأتوا بواحد واحد فقط من حركة رشاد وقال نعم قمنا بعمل إرهابي رأيكم تحذروا قعدتوا أسابيع وأشهر وأنتم تضغطون على الأحرار اللي من رشاد واللي من غير رشاد باش تديروا معهم أفلام باش تصوروهم كما درتوا مع تدحدوه قال لكم النيات وينو فضلوا التعذيب بعض أعضاء الحركة فضلوا أن يعذبوا عذاب النكرة على أن يخرجوا في تليفزيونات تعكم وما قدرتوش ولا نستبعد أن تروحوا تجيبوا مزورين واحد كما تدحدوه ولا في المستقبل نحن لا نستبعد ذلك لكن لحد الآن فشلتم أين الإرهاب؟ هذا يسموا إرهابيون بلا إرهاب لأنكم وأنتم الإرهابيون الحقيقيون شنغريح أنت شخصيا كنت تشرف على ذبح الجزائريين في ولاية البويرة وخاصة في الأخضرية وما جاورها الفرقة الأولى أنت وسيدك اللي راكم دايرينو رئيس مركز مركز الفهم الكبير دراسات الاستراتيجية عبد العزيز المجازر كما يسمي الشعب الجنرال سيدك هذا كان يأمرك أنت وهو وكنتم تذبحون الناس وكنتم تستخدمون الشينيول وتباتوا سكرانين وأنتم تعرفوا أن الناس تموت تعذب أمامكم أنت شخصيا شنغريح وأنا أعرف ما يقول وهناك شهادات على ذلك كنتم وفق نظرية هبطوا ربوا للواد استغفروا الله كنتم تستعملوا هذا الوظيف معناها هبطوا وذبحوه أنت شخصيا وهذا الذي يرعبكم وهذا اللي كنا قلنا الأخواننا أنا ذاك لما ما فهموش لما خرجت واقترحت قلت تعطى لهم حصانة لقد قاموا بأفعال الشيطان جوزوه فيها لقد قتلوا آلاف الناس عذبوا آلاف الناس اغتصبوا النساء والرجال قتلوا الأطفال والرضع ذبحوا أسر ذبحوا قرى ذبحوا تشر تظنون أنهم يسلمون أبدا ولذلك عرضنا عليهم ذلك الوقت الحصانة لعل واحد منهم يقولوا خلاص نأخذ الحصانة ونرح لكن يبدو أنهم يريدون أن ينتهوا إلى نهايات مأسوية بكلمة عنه الكلمة انتخابات بمحلية يحسدونكم عليهم الناس ويحركونكم منظمات إرهابية يا رأس الإرهاب يا رأس الإجرام يا رأس القتل دعونا نزدوس مع مقطع آخر مما يقول السيد والفريق شدد على ضرورة تجند كافة القدمية ورصي جبهتنا الداخلية إلى جانب ديناميكية التطوير والتنمية التي بشرتها الجزائر الجديدة وبلوغ الأهداف المسطرة يستدعي تجنو كل قطاعات الدولة دون استثناء وفي مقدماتها قطاع الإعلام الذي يعول عليه كثيرا في هذه المرحلة للتصدي ومواجهة كل الحملات الإعلامية والمخططات المعادية التي تحاول المساس بأمن واستقرار البلاد وكذا تنوير الرأي العام الوطني بما يحاك ضد بلادنا من مؤامرات ودسائس وحشد كل طياف المجتمع الجزائري للانخراط بوعي والتزام في الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الطموحات الشعبية ووضع الجزائر الجديدة على سكة التقدم والازدهار لذا وجب علينا أن نخلص للوطن وأن لا نتهاون في تأديد واجباتنا لجاهة وأن نكون في مستوى تضحيات الشهداء الأبرار حتى ينصفنا التاريخ ويدونا بأننا حفظنا يرحوا يأتي والشهداء لا يزال يأكلون فيها بالخفز لا يحبونه نخلص مثل مثلا أن نرسل أبنائنا مثل ابنك شفيق شنغريح نرسلوه إلى باريس مثلا عنده بورس وعنده صالير زو الشهريات بلورو وكل خالص سكن خالص سيارة خالصة المروح والذهاب حتى لبار يدخلهم خالصين عند ظهر السفارة مثلا نخلص كذلك أو نخلص مثل مثلا بنتك اللي أرسلتها إلى إحدى السفارات وهي لا تعرف متفك الحرف مثلا نخلص ذلك أبنائكم ترسلونهم إلى السفارات إلى القنصوليات إلى ليرالجيري إلى صناتراك إلى في الخارج هذا لي قادرين قادرين اللي أقل شوية يرسلهم إلى صناتراك في الداخل إلى صنعي القاز مسؤولين هنا يعطوهم أموال إلى آخره وشركات هنا أم أبناء الشعب مبيعولهم مبيعولهم العدو الخارجي المنظمات الإرهابية الشهداء مبيعولهم مبيعولهم لكلام وتتحدث على الجزائر الجديدة ورهي الجزائر الجديدة ورهي الجزائر الجديدة ورهي الجزائر الجديدة سنتين من العبث سنتين وارتفعت الأسعار أكثر مما كانت أيام بوتفليقة اختفت المواد أكثر مما كانت في بوتفليقة من الحليب إلى الزيت إلى الحليب أسوأ مما كان كان اختفى من أي يوم بوتفليقة لكن أصبح أسوأ الزيت زاد الحق اختفت الأموال ما زالت لحد اليوم قبل قليل فقط نشوف في فيديو نتعى الناس يدازوا على لابوست دينار ما كانش في لابوست في كثير من لابوست وشوفنا أشهر وهي الناس تضارب على دينار خاصة في الصيف وفرندار عينها هي الجزائر الجديدة اللي ماتوا فيها المئات وربما الآلاف بدون أكسيجين اللي تحرقوا فيها المئات لأن ما فيش كنادير ما فيش من يطفق النيران وجزء من النيران ثم أحرقتوا بها الناس أين هي الجزائر الجديدة؟ أين هي المستشفيات؟ وراء المستشفى الصيني بالمناسبة أين؟ أين هي الجزائر الجديدة؟ ما زال بي تعلير الجيري بألف تقريبا ألف أورو للجزائر بينما يذهب المغربي والتونسي بما يعادلها المئة مئة وخمسين أورو إلى بلاده وتفرض لير الجيري تسعمية وتسعين أورو تقريبا ولير فرانس ألف أورو على الجزائرية أين هي الجزائر الجديدة؟ مش غلقتوا الجزائر على أهلها وافتحتوها للأجانب مش كان جي إي جي الهندي والصيني والتركي يدخل كما يشاء والجزائر اللي عنده باسبورد دبلوماسي يدخل كما يشاء والجزائر تقوله تدير لكارنتان في فنادق ما تسواش قعب أين هي الجزائر الجديدة؟ ساقطت شوية أمطار مش غلقت المدن بما فيها العاصمة مش ماتوا ناس تحت الأنقاذ في وهران كما في العاصمة كما فيه أين هي الجزائر الجديدة؟ أين هي؟ أين هي السيارات تأقل من ثلاث سنين؟ أين هي فرنسا تسخن على الحطب؟ شكرا لها تسخن على الحطب؟ كثير من الجزائر تسخنوا على الحطب بالمناسبة أين هي الجزائر الجديدة؟ أين هي الجزائر الجديدة عندما تكون أنت 77 سنة قائد للجيش؟ 77 سنة قائد للجيش ترقد في الاجتماعات أقسم لي من يحضر الاجتماعات اللي فيها شنغريحة أنه ينام ويشخر ويطلق أصوات وما كانش لي يقدر يمسوا الرعب الرب هنا جالس معاهم نايم ربهم نايم طبيعة الأشياء شيخ أمره 77 سنة طبيعة الأشياء فما بالك يكون عسكري وما بالك قضاها ما بين المخدرات وما بين الذبح وما بين السكرة وما بين كل المصايب طبعا الجسم ينهد ربهم عايشين غرب لي فورتي فيهم ثم أعطيني قائد جيش واحد في العالم من هذه الجيش المحترمة واحد عمره أكثر من سبعين سنة موش 77 واحد عمره أكثر من سبعين سنة طلعت ونحيت السلوم وبالعكس ضربتوا جنرالات شباب كانوا في الخمسينات ضربتوهم ورميتوهم روتريت أو عقادة أو رواد أو 45 50 يروح 75 زيدوا للقراد بنعلي بنعلي كي كان عمره 86 سنة زاد رحوا قراد ولا فريق أول الآن 88 سنة 89 سنة انت كي وصل 76 سنة زادت قراد ولا تفريق وطبعا خصوماتكم وصراعتكم لا تنتهي أكثر من 34 جنرال من أكبر جنرالات البلاد في السجون لا يوجد هذا في أي مكان في العالم أين هي الجزائر الجديدة أين الجزائر الجديدة كانت برئيس جديد موش برئيس 50 سنة وهو ينهب وهو في الإدارة ينهب ويفسد ويلعب وإدارة الجزائرية تخرج خاصة اللي يبقوا فيها فترة طويلة إلا من رح يمربه تخرج أبشع الناس تلاعب المكر النفاق الضرب القيل والقال الحفرة الخوطهم هذه تبون من ينتخرج ثم أولى في قطع السكن وروح أسقسي مئات الآلاف تعالناس لتعادل المزال وكالي عنده 15-20 سنة من أيام تبون يقول لهم هذا العام هذا العام قاعد تسكنوا ثم أسرة كاملة متهمة بالكوكايين جايبين وحطينه رئيس هذه الجزائر الجديدة أين هي الجزائر الجديدة؟ أين هي الجزائر الجديدة عندما يمرضوا يروح يعالج في ألمانيا تمرضون تمرح تعالجوا في سويسرا وفي بلجيكا وفي مثل ذلك الجنرال اللي طردوه السويسريين قالوا نروح لدارك خلاص راكر تحت ذاك راك نتوما دخلتوا للحبس طبية الحال كان مع القيد صالح غريس الحميد غريس من العام لوزار الدفاع أين هي الجزائر الجديدة؟ شعب يا إن دوة ما يلقاش الدوات تحت الطابلة وبالمعرفة خاصة دوات اللي هي تحتاجها الناس أطفال يموتهم من السرطان أطفال يحتاجوا أحيانا لدواء تاع 500 أول باش يعيش يموت ولاء والديه وما يكون دوم يشوفوا فيه يموت الناس تدخل للمستشفيات باش تعالج تموت فيها الأمراض اللي في المستشفيات كتر من اللي بره وإذا دخلت للمستشفى رح تدي الخيطن تاعك ودي لبران تاعك ودي الباسمون تاعك باش بلاك يليدار الكوپيراسيون وليلقيتش كون يديرلك تباثروا في أموال الشعب الجزائري ما كانش أطفال أطفال في البرد عمرهم 7-8-9 سنين يقطعوا 5-6-7 كيلومتر من بعض تشروا بعض المدن باش يوصل للمدرسة ورافد على كارتابل 12 كيلومتر يطيحوا وكتافوا وربما كي يوصل ما هوش متغد مش فاطر الصباح وكي يطيحوا في الأرض لأنهم مش ماكلين أين هي الجزائر الجديدة؟ أين هي الجزائر الجديدة؟ خصومات مع الأشقاء؟ خضوع لأسيادكم؟ الفرنسيسة تحلوا فيهم باش تعاودوا ترجعوا العلاقات وتعاودوا تفوت طائراتهم؟ أين هي الجزائر الجديدة؟ بروباغندا ورا بروباغندا والناس تعيش والناس تشوف والناس تمر الحياة مريرة المخير من اللي يطيح 6-6 مش تكلم عن اللي يطيح 5-4-3 وزوج والله اللي ما يطيح اللي يطيح اللي يطيح اللي يطيح يوصل بها 15-20 يوم إذا كان عنده أربعة أفراد في الدار هذا يلا ما عندهو الكرام وهذا يلا كله الجاج نهار وربع أيام ما كلهش الجاج تكلمش عن الحم الناس والناس تخرج تقاسم جاجة ربعة من الناس خمسة من الناس تقاسموا جاجة واحد يطيجناح واحد يطيجلودة واحد يطيجنوحة واحد يطيجل الكويس واحد يطيجل صدر هين هي الجزائر الجديدة؟ البطاطا وصلت إلى خمسة عشر نلف أين هي الجزائر الجديدة؟ أين؟ مش خرج تبونك ونقال له عمورها البطاطا تفوت ستين دينار لكن هذا نفسه اللي قال بالجزائر عندها أفضل قطاع صحي نظام صحي في إفريقيا رقم عارفون شاكم تقولوا؟ آه نعم عندما تعيشوا في كلوب دي باع حيث البيسين والبحر والتهوية والورود والإيبون الخدمات وتري سيتي باطل والقاس باطل والإنترنت باطل والماء باطل والمصروف وكثير من الحياة باطل يجيكم بالكاميونات؟ آه نعم كان جزائر جديد أسي ليس جزائر جديد أخر من سويسرا كنت في سويسرا سويسرا لا يستخدم في سويسرا يستخدم في سويسرا المسؤول أو الجنرال يصرف من جيبه وليس من أموال الخزينة ليس من أموال اللي يكون الجنرال يصرف من أموال الكازيرنات والجنود كثير منهم يبقوا بجوعة ويأتي ويحدثوك ويقول لك نواجه الإعلان بأي إعلان بالإنترنت اللي عندكم للشعب طبعا عندكم الإنترنت عندكم 100 ميجا 200 ميجا 300 ميجا موفرها لكم نزار بدراهم الشعب أما الشعب فرح يعاني باش يشوف لايب مثل هات كثيرين يعانو هاو تقطع له هاو ما قدرش هاو ما شافش أين هي درتوا مؤتمر قبل أيام في وهرانق على أساس هذه الألعاب ما نشعارف الألعاب البحر المتوسط قالوا لكم مغرأي الإنترنت ما جاش وفد للجزائر وما بكاش من الإنترنت اللي عندكم وما ضحكش أو بكامل الإنترنت اللي عندكم ضعفتوا الشعب عن طريق الإنترنت ممكن جدا من غدوة ولين الإنترنت 50 ميجا في الزائر ما كاش مشكل لكنكم عارفين على الإنترنت تحبوا كنت توجهها للأمور الفاسدة وين تروح الشباب اللي يروح للفاساد وكذا هذا يعجبكم بالصح هاتوا معارفين الإنترنت هذه عندها وجهين كالكأس تضع فيه الماء والله البن حلال تضع فيه الخمر حرام تمواذبك ويضع فيه خمر لكن هذه الإنترنت ممكن أن تستعمل في التوعية ممكن أن تستعمل في التعلم تريدون مجتمع جاهل جهلتم المجتمع تدخل الجامعة ما كانش طلبة في الليسانس ما يعرفوش يهدروا اللغة لا العربية يهدروا صحيح لا الفرنسوية صحيح لا الإنجليزية صحيح وربما لا القبيلية ولا الشوية صحيح ما كانش تجهيل المجتمع تفقير المجتمع تعطيل الملايين من الناس ثم يخرجوا هم وذبابهم شنين حملة على الطفلين اللي ماتوا وقال يستاهلوا يستاهلوا الذبح وأنا من هنا أوجه إلى إلى من يدعم القتل هذا الشرطي اللي يقتل الاثنين واللي خرجوا العصابة حست بالخطر وحست بالغضب الشعبي راح تخرج بالذباب في كل مكان طبعا شفنا إخوان هؤلاء إخوانهم زوج خوتهم اللي ماتوا قالوا ما قالوا وش رامي يقولوا عليهم اللي تعدروق وقطعين طرق هذه مصحيح لكن أنا خليني نفترض أنها صحيح نفترض أن اللي قتله عمره عشرين ولا اثنين وعشرين سنة ولا اثنين وعشرين سنة كان رافت سيف وعنده مخدرات نفترض هذا مجرم أم ضحية اللي عمره سبعين وخمسة وسبعين سنة وانها بالمليارات وانها بالقصور وانها بالفيلات وانها بالور وانها بالدولار هذا يصبح حاكم يجب أن يطع بالرغم كل الفساد انتهى واللي يخرج يلقى رحو سبعة ثمانية في غرفة ولا في غرفتين يلقى نظام مدرسي ما يسوش نظام صحي أسوأ الأسرة ربما ما عندهاش دخل المخذرات موفرينها الجنيرالات على نطاق واسع أكثر من الخبز والدواء وش يدير هذو اللي تشوفوهم المافيا نتع الأحياء نعم عندما تشوف بنظرة قصيرة نعم تشوفهم هكذا تخاف يضربوك يقتلوا واحد يجرحوا هذا يسرقوا هنا نعم تنزعج الناس منهم لكن لو فكرنا مليح لو فكرنا بعمق هؤلاء نتاج من كم أعمارهم هؤلاء أغلب أعمارهم تتراوح ما بين 15 و 25 سنة يعني السعجين للدنيا يعني يجاوا يلقوا عالم انتع فوضى انتع سرقة يلقوا انتع عالم انتع ومن لم يظلم الناس يظلمي كما قال الشاعر الجاهلي من قبل يلقوا لازم تروح جيب حقك ولا تروح تسرق باش تاكل و باش تشرب ندين أفعالهم هذي لكن من هو المودان أكثر اللي يسرق بورتفاي تعجوزها أو يسرق موبايل أم اللي يسرق بلاد يسرق بنك يسرق بالمليارات يسرق خمسي هذا اللي راهم جايبين وحطينه مستشار قال لك المستشار الشؤون الخاصة شافيخ مصباح أحد المجرمي الكبار تع توفيق مئتين ألف متر مربع في بوشاوي مئتين ألف متر مربع ده هناك ملايين جزائرين ليس لديهم متر مربع واحد بينما واحد فقط لأنه كان عقيد في المخابرات ويعرف التوفيق وذلك حاطينه مستشار يدي مئتين ألف متر مربع المتر مربع في بوشاوي لا يقل عن عشرين مليون لا يقل عن عشرين مليون ومرات يوصل ربعين مليون أضربوا عشرين مليون في مئتين ألف اللي يسرقوا بالهبل اللي رحوا البنوك يديو قروض خمس ملاير خمسين مليار مئتين مليار ألف مليار أوراكم شفتوه هذا معكاش مشكل بالعكس يقدر يقول لي وزير يقدر يقول لي يطلع جنرال رتبة أعلى بينما ذلك الطفل الشاب اللي لقاء عالم انتع فوضى عالم أوسرة مكسرة مهم بابه مش قادر يجيب لهم الخبز السكنة ضيقة تعليم طردوه لقاء روحوا في ذلك عاموش يدير ما يقوم به هؤلاء الشباب من جرائم وهي مدانة مسؤولية من يحكم أولاً مسؤولية المجتمع ككل ومسؤولية من يحكم خاصة تصرف ملايير دولارات على خردة السلاح كان ممكن أن تصرف على تكوين الشباب على إعطاء عمال الشباب على بناء سكنات للناس كان ممكن أن تصرف تصرف ملايير دولارات على الحواج اللي تسوى وليما تسواش وتروح أكثرها إلى بنوك الإمارات وبنوك الأوفشور وبنوك سويسرا وبنوك وأسبانيا وغيرها كان ممكن أن تخلق اقتصاد حقيقي ويتكون فيه الأطفال اللي ما كملوش دراستهم والأطفال اللي في الدراسة يدرسوا بحق لأن الدراسة اللي في الجزائر اليوم هي تجهيل ثم تخرجوا وبوليسي يقتل زوج تفرحوا وتبروا للقتل يا مجرمين لأنكم أذلاء تقفون مع القوي تحقر الضعيف حقارين تقفون لأن البوليسي من جهة الحكومة من جهة العصابة لعل العصابة ترضى عليكم وترميلكم خبزة هنا أو الهيه يا مجرمين طبعا أنا هنا استثني الناس اللي ما كانوش فاهمين اللي شاه بارك الصورة الصغيرة شباب صغر بالسيوفة والآخر وراهم دي مافيا في الطريق ولازم يهنون منهم يهنوك من المافيا الكبيرة تتهنى من المافيا الصغيرة عندما يهنوك من المافيا الكبيرة الحراك خرج بش يهنيك من المافيا الكبيرة المافيا الصغيرة تختفي لأن من بعد تتوفر الحقوق يتوفر العدل يكون القاضي العادل والصحفي المستقل والمجتمع المدني والأستاذ اللي يأخذ حقه فيعطي حق حقوق الأطفال المدرسة المنظمة المرتبة المسؤول اللي يستحل المسؤولية الوالي اللي يعرف يدير الولاية الطبيب اللي هو طبيب وليس سماسري الارشيتيكت اللي يخدم بضمير وليس بالرشوة عندها تحل إذا ما حليش القضية الكبرى فإن المصائب تعم وتزداد وتكبر وتتكاثر الشباب الصغير لرهضايا هذو اللي يسموهم عصابات الأحياء هم ضحايا يرتكبون جرائم ولكنهم ضحايا قبل كل شيء وهم مئات الألاف واش يجب أن يقتلوا جميعا أم يجب أن يربوا ويدخلوا للمراكس تكوين وتعطي لهم فرصة آه اللي من بعد يرفض اللي ما يديرش اللي تعطاتلوا وأن يقرأوا من القراش وأن يخدموا ما يخدمش أو يتكونوا ما تكونش ذاك الوقت يطبق عليه القانون إذا ارتكب جريمة تتركون كبار المزرمين بل تصفقون لهم كثيرين منكم صفقوا لشنغريحة وصفقوا لكبار جنرالات ذبحوا بأيديهم كثيرين منكم ينفخ في تبون اللي الشعب عليه قال تبون مزور جابه العسكر وأنتم عارفين أنه لص وسارق وناهب متورط في المخدرات لكن البساطاء تزيد وتكملوا عليهم هذه نفسية الأذلاء المذلولين الحقاراء الحقارين مش مسلولية الرجال والنساء اللي عندهم أخلاق اللي عنده أخلاق يقف مع المظلوم ضد الظالم اللي عنده مبادئ يقف مع المستضعف ضد المستكبر اللي عنده رجلة وشهامة يقف مع المنهوبين ضد الناهبين والمفقرين ضد الأثرياء الذين نهبوا اللي عنده مبادئ وأخلاق مهوش مع الواقف مع الطايح بش يرفدوا وما يخليش يطايح اللي عنده مبادئ وأخلاق وإذا كان يامن بالله خاصة ما يقفش مع الظالم لأن الله يقول ألا لعنة الله على الظالمين ما يقفش مع المفسد لأن الله يقول ألا لعنة الله على المفسدين إنما يقف مع المستضعفين والمفقرين والمعطلين والمجهلين والمنهوبين يا من له ضمير سينتصر الشعب بإذن الله ونصر قادم إنما يستحق جهد وعمل وتعاون وتفكير حتى نسترجح هذه البلاد وإلا لقدر الله قد تضيع ترجمة نانسي قنقر